يا اهلا بكم النهاردة ان شاء الله نتكلم عن الحالات التي لا يفضل فيها استخدام الفلاتر يعني لو انت عاوز تعمل ايه التطبيقات اللي لا يفضل ان انا استخدم فيها الفلاتر لو انت عاوز تعمل تطبيق خاص بالجيمينج في الحالة دي الفلاتر هنا بيصبرته السيمبل 2D جيمينج مش بيصبرت الكمبلكس 2D جيمينج ولا 3D جيمينج فلو انت عاوز تعمل بيعتمد على الجيمينج يبقى هنا لازم تستخدم اي طول زي اليونيتي مثلا اللي هي بتصبرت الكمبلكس وال3D جيمينج كمان ان الفلاتر لحد هذه اللحظة مش بيصبرت الاوديو ادتينج يعني لو انت عاوز تعمل بيعمل ادت على الاوديو في الحالة دي برضو لا يفضل استخدام الفلاتر كمان لا يفضل استخدام الفلاتر في حالة الابليكيشن اللي هي بتتطلب نيتف SDK نيدز يعني انت عاوز تعمل الابليكيشن بيخاطب الهاردوير بتاع الموبايل مثلا في الحالة دي انت هتيقى بتكتب custom code كتير قوي custom java code او custom swift code في الحالات دي بقى لا هتتعبوا الابليكيشن حجبه هيكون كبير في مثل هذه الحالات لا يفضل ان انا استخدم الناتف على طول استخدم بقى java مع الاندرويد او kotlin او ان انا استخدم swift او الobjective c بنتكلم انه المعظم الديفولوبر دلوقتي بيستخدمه swift هتبدأ انت اشتخدم swift وتبدأ تعمل اابليكيشن خاص بالايو اس كمان الحالات اللي انت اه في بعض الحالات ان انت هو هيرن على على حاجة واحدة بس على هو العميل بيقولك انا عندي هيرن على الاندرويد وفي الحالة دي انت تعرف الاندرويد كويس وبتعرف الجافا كويس او بتعرف الكوتلين كويس ففي الحالة دي لا يفضل ان انت تبدأ تعمل الابليكيشن بالاندرويد بالفلوتر لان انت كده كده متطلباتك هيشتغل على على بلاتفورم واحد فبالتالي في الحالة دي هيكون حجم الابليكيشن قليل مش محتاج ان انا اعمله فلوتر ولان هو في الحالة مش محتاج ان انا اشتغل على اندرويد وايو اس كمان زي ما احنا كنا بنقول ان الابليكيشن او الفلوتر بيرن على هم عاوزون يخليوا رن على اه اي ديفيز زي ما احنا بنقول انما لحد هزي اللحظة فيه اه اه بعض الديفيز اللي هي البيت كود ديفيز مش بتصبرت او مش بيرن عليها الفلوتر زي مسلا اه الواتش اه او اس والتي في او اس الساعات بتاعت قبل والتي في بتاع قبل لحد هزي اللحظة مش مش هيقدر يشغل عليهم الفلوتر فلأو انت محتاج بقى ابليكيشن يشتغل على الساعات قبل او التلفزيونات بتاعت قبل فانت محتاج تشتغل هنا اه اس ويفت اه وبكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة ونشوفك ان شاء الله في محاضرة قادمة